اشتركوا في القناة من حمد آل خليفة في تصريح له بهذه المناسبة يعتبر سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة من الكوادر الوطنية البحرينية الشابة التي تمتلك طموحا كبيرا وتطلعا واسعا وخبرات إدارية وفنية ضخمة ورؤية مستقبلية ثاقبة لمواصلة البناء على المكتسبات التي حققتها الحركة الرياضية البحرينية خلال السنوات الماضية والتي تعززت في عام 2018 بتحقيق أعلى نسبة من الذهب والذي أطلق عليه عام الذهب فقط وأضاف سموه لقد أظهر سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال عمله نائبا أول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قدرات كبيرة في إدارة الرياضة البحرينية بكل اقتدار واحترافية وتحقيق نجاحات كبيرة للقطاع الرياضي بصورة عامة وأشار سموه إلى أن المتتبع لمسيرة سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة في قيادته لألعاب القوى البحرينية يؤمن أن سموه يمتلك فكرا رياضيا متحضرا ورؤية مستقبلية واعدة ويرتكز على خبرات فنية عالية حققت إنجازات رائدة في عهد سموه ونحن نؤمن أن سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة الشخصية الأبرز لقيادة اللجنة الأولمبية البحرينية في الفترة المقبلة باعتباره يمتلك الصفات القيادية والرؤية الثاقبة والمبادرات الرائدة التي ستمكنه من المحافظة على إنجازات اللجنة الأولمبية البحرينية كما أكد سموه بقاءه دائما بجانب سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة على الرغم من ابتعاده عن رئاسة اللجنة الأولمبية البحرينية بعد سنوات طويلة وأضاف سموه سأعمل جاهدا من أجل الوقوف إلى جانب سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة لتنفيذ استراتيجيته المقبلة نحو الرياضة البحرينية والتي أراها خارطة طريق ستوصل الرياضة البحرينية إلى نجاحات كبيرة اشتركوا في القناة